تحياتي من الأسئلة اللي كثير بتوصل وتعليقات كثيرة بتتكرر أنه فيه تلاعب والمباريات كلها عبارة عن مراعناء والشي اللي بيصدم أكثر أنك توصل لك مقاطع فيديو من برامج تلفزيونية بقنوات شوية كبيرة بتكلموا فيها ناس بصراحة هيك آم احنا عارفين أنه كلها شراء وكلها بيع هذي كارثة لأنه هذا الكلام يقتل رغبة الناس بكرة القدم وهذا الكلام لو كان صحيح ما حدا حيتابع اللعبة وحتى نهار منظومة وصناعة اللعبة فهل هذا الكلام صحيح ولا لا قبل أن ندخل بالتفاصيل بتمنى تشتركوا بقناة سيربيس بورت على اليوتيوب اللي هي قناتي لأن دائما المقاطع بتنزل فيها بشكل أسرع وحلتكلم الآن أكثر عن مسألة المراهنات خلينا نميز فيه مستويات لكرة القدم فيه المستوى الكبير اللي احنا بنشوفه دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني والإسباني والإنجليزي والإيطالي الأندي الكبيري فيه كل هذه الأندي الكبيرة اللاعب مثلا زي ميسي خلينا نأخذ الليفل السوبرستار زي ميسي دخله السنة ومش مرات بباس مع الإعلانات وكل شيء 100 مليون تقريبا عشان يضحي بهذا الشي لأنه الآن أي حدا بينماسك مراهنات يشطب مدى الحياة أصبح وبالتالي إذا ميسي بده يراهن قديش عزم يدفعه بشان يضحي بمستقبل وقديش عزم يدفعه الواحد بسفولة بيدفعه نصف مليار 600 مليون 700 مليون لميسي كاش هذا المبلغ غير قابل للدفع أصلا في العالم لأنه غير قابل للتحويل بانكيا فبالتالي بده يستلمه ميسي بشانتات قدش يكون حجمه إضافة لأنه من المجنون اللي بده يعطي نصف 600 700 مليون معناها بده يروح يراهن بعدين نحن نتكلم بطريقة المراهنات في هذا الموضوع بمبلغ أك بشان يربحه يعني ديحط له جوز 100 مليون بالمراهنات تروح المباراة والسور سوبرستار وحط سوبر هاتريك راحوا كل فلوس وبالتالي هيخسر مبلغ هائل مبلغ مالي كبير وبالتالي هذا المستوى غير قابل للشراء لأنه تجاريا غير قابل للزابط في المستوى اللي منيجي نحكي عنه بالدوريات الكبيرة اللي فيها أندية صغيرة إنجلترا فيش فيها ناس فقير الدوري الإنجليزي الكبير ألمانيا تقريبا الأندية مشدد عليها ماليا وملكيتها ولعبيتها وبالتالي حوالات البنكية الصعبة إلا بأندية صغيرة خلين نحكي وإيطاليا الأندية الفقيرة هذه الأندية الفقيرة ممكن شراء لاعب لعبين ثلاثة أربعة فيها وكي ليش لأنه المسأل تتعلق بدخلك بس إحنا كورت القدم اللي منحبها المستوى الكبير غير قابل للشراء مباشرة بالمراهنات ننتقل للجزء الثاني جزء المراهنات هذه المراهنات اللي إحنا بنسمع عنها مش الشركات اللي منشوفها عامل إعلانات على التشارتات تاعت الأندية مش الشركات المعروفة مش المواقع الإلكترونية المشهورة العالمية ليش؟ لأنه هذه الشركات إلها نظام السقف يعني مش اللي بروح يحط مليون بـ 24 فيها أبداً فيه سقف للربح كمية الربح إلها سقف مثلاً معظمهم عندهم سقف خلين نحكي 280 ألف يورو وبالتالي أنت عشان تربح 280 ألف يورو مش هتروح تشتري لاعب بمليون مش هذه الشركات اللي بيتكلم عنها مش هذه الشركات اللي هي متهمة عند البعض إنها هي اللي ممكن تتلاعب مش هذه الشركات اللي قبضة على بعض أفرادها بيحاول يشتروا لاعبين وأنديف في الماضي عشان يزبطوا النتائج مش هذه الشركات أبداً إذن هي الشركات السوق السوداء اللي هي معظمها يقال منتشرة بشرق آسيا ضمن شبكة ثق أثرياء جدد بالفجأة وأيضاً بعض الفاسدين وبعض رجال العصابات هذه السوق السوداء للمرهانات الآن المسألة اللي بدأت نفهمها أكثر إنه هذه السوق السوداء للمرهانات بتراهن على كل شيء يعني بتراهن على الدرجة الرابعة بإنجلترا والدرجة الرابعة بإسبانيا والدرجة الخامسة بأفسر وين تركيزها فعلياً على شراء اللاعبين والأفراد مش بالدرجات العالية في واحد منهم معتقل وشرح شو كان يعمل يقول لك أنا أربح مليون من ريال مدريد زي أن بربح مليون من نادي بدرجة الرابعة أنا عمر بعرفش أصل لونه بعرفش قميصهم فبالتالي هو أريح له يروح يشتري هداكا نادي اللي بتدرجة الرابعة يشتري أكمل اللاعب لأن رواتبهم قليلة معظمهم غير محترفين بشكل كامل ويتم بيعهم وشراءهم بس على مستوى متدني للغاية يقال إنه عشان تتحكم بالنتيجة بدك لاعبين عشان تخسر ومستحيل تراهن عشان تفوز وبالتالي إنت لما بدك تراهن تشتري فريق تشتريه دائما عشان يقسل قليلا نوضح قبل عصر التجارة في كرة القدم ودخول الأموال كان ممكن تشتري أي حد لأنه كان الدخل جليل وكان ممكن أي حدا يروح يشتري أي حدا خلينا نرتب الأمور بالتفاصيل الأندي الكبيرة كرة القدم الكبيرة اللي إحنا بنعرفها ومنحضرها ومنحبها غير قبل للشراء فاطمة إنه الشركات المراهنات اللي بنتكلم عنها إنها ممكن تتلاعب بمباريات الأندي الفقيرة والدرجة الثالثة والرابعة والدوريات البعيدة اللي ممكن تلقاء مثلا شوفوا لكم أكبر فضيحة كانت في كوريا مثلا وبالتالي الدوريات البعيدة اللي إحنا بنشوفه هذه الشركات مش الشركات اللي إحنا بنعرفها هادول المراهنين ما بيراهنوا بالشركات اللي إحنا بنعرفها هادول المراهنين بيراهنوا بسوق سوداء تماما إحنا ما بنشوفها وما بنعرفها وبتكون على مستوى بيق للغاية رايحوا بالكم ما في الشي يشترى والحمد لله يعني هذا من ميزات انك تعطي اللاعبين فلوس اكتر تضمن انهم اكتر واكتر يظلوا بمستوى نزيه تماما الآن ممكن حالي يجيقول لي طب الحكام الحكام في منهم ناس قابلين للشراء لكن الحكام ما بقدروا اثروا على صناعة اللعبة لسبب لان الحكم لو بين غبي وارتكب اخطاء حيبعد تماما عن كثير امور في اللقاء وايضا الحكم ليس ضمان مية في المية للنتيجة لانه ممكن يلغي لك قول طيب كيف يلغي لك تزديدة كيف يلغي لك هدف مراوغة بيظلوا الحكم غير ضامن فشركات المباراة لا تحبشوا حكام كثير الا بعض التفاصيل لما يكونوا خلص سكرت معهم بمباراة بدرجة ثالثة او الرابعة لكن هدول الحكام بالمستوى العالي ايضا غير قابلين للشراء لانه زي ما حكيت مباراة واحدة بتشيروا من الواجهة للابد بوصل هنا لنهاية هذا الفيديو كنت معكم انا محمد عوال بشكركم كثير على استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله